الإمام محمد كان مفسراً للقرآن ولا يخلو كتاب تفسير للقرآن إلا وفيه قول أو رأي للإمام محمد بن سيري نعم أقواله ليست كثيرة جمعها البعض تقريباً بالمكرر وجد إنه له تقريباً ستمائة قول في تفسير القرآن الكريم بالمكرر في تفسير الإمام الطبري وحده تقريباً 150 قول للإمام محمد بن سيرين أي رواية عنه عن الإمام محمد بن سيرين وهو أقل حظاً في تفسير القرآن من أقرانه كمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير إلى غير ذلك والسر كما قلت لكم في بداية اللقاء أن الإمام محمد بن سيرين كان كثيراً التورع عن الخوض في تفسير القرآن الكريم لوجهة نظر معينة وتقدر وتحترم وهذا في الحقيقة كان شأن كثير من علماء السلف التحرج عن الخوض في تفسير القرآن الكريم وكان الإمام محمد بن سيرين سالكاً نفسه الضرب وإلا كانت لديه ملكة لغوية وحديثية مع ملكات عقلية رائعة جداً مع ما تعلمه من قضاء وفتوى على يد القاضي شريح وغيره وما تعلمه من حديث وتفسير من عبيد السلماني ما كان يؤغله ليكون من أكبر المفسرين لكن ورع الإمام جعله لا يكسر من تفسير القرآن الكريم وما كان يتكلم إلا في القليل النادر بذلك العدد الذي أشار إليه بعض الباحثين في رسالة علمية وحصر كل أقوال محمد بن سيرين وجدها بالمكرر 600 قول تقريباً من ضمن النماذج يعني من تفسير الإمام محمد بن سيرين في قول الله تعالى في سورة النساء وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الإمام محمد رضي الله تعالى عنه أرضاه قال بيكلم الناس نهيتم عن الأماني وَدُلِلْتُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فصّر تفسير موجز مختصر فبيخاطب الناس كانوا كان بيقرأ ويفسّر أو أن أحدا سأله في مجلس علمه بيقول له معنى الآية دي يا إمام قَالْ نُهِيْتُمْ عَنِ الْأَمَانِ وَدُلِلْتُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرِ اسألوا اللهم من فضله والآية دي آية عجيبة جدا وآية جميلة ويعني ذكر العلماء في أسباب نزولها أسبابا كثيرة لكن خلاصة الأمر أن الإنسان لا يتمنى ما في يد الآخرين لا يتمنى ما في يد الآخرين إنما يتمنى أن يكون له مثل ما لدى الآخرين وإن طلب ما يحسدش ما يخطفش ما يسرقش ليه؟ لأن الذي وصل للآخرين هو محد فضل من رب العالمين طيب إذا كان رب العالمين هو الذي يعطي فالعقل السليم يحمل صاحبه أن يسأل من المعطى أو يسأل المعطى أم المعطي الآخذ أم المعطي العقل السليم يرشدني لأن أطلب ممن يعطي ولذلك في قلب الآية وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وإذا توجيه رائح وتوجيه قرآنه رائع وجميل للإنسان إذا سمعت أن خيرا أصاب غيرك فقل الله مبارك له فيه وارزقني مثله وخيرا منه يا رب العالمين إذن أنت طلبت ممن من الذي يعطي سيدنا زكريا كما قال ربه في سورة آل عمران كلما دخل على مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير إحساب القرآن الكريم بيعلمنا هناك دعا زكريا ربه في نفس الوقت دعا ربه إذن العاقل كما علمتنا تلك الآية الكريمة أن نسأل الله تعالى من فضله بعدين ختام الآية إن الله كان بكل شيء عليم وربما لم يريد الله تعالى أن يعطيني ما طلبت لكنني أكون على يقين وحسن ظن أن الله تعالى سيعطيني خيرا مما طلبت وفوق ما طلبت ربما يتعلق قلبي بأمر والله تعالى خبأ لي أمرا آخر لا يخطر لي على بال إن حدث لي أدهش عقلي وأسعد قلبي ولذلك نسلم الأمر لصاحب الأمر ونأخذ الأسباب نأخذ بالأسباب ونفوض الأمر لرب العالمين سبحانه وتعالى